اشتركوا في القناة خلال أربع مباريات قبل هذه المباراة تخيل حضرتك أن منتخبنا الوطني يعتبر لعب مباراة زيادة على منتخب السنغالي ليه؟ لأنه بيلعب 120 دقيقة في كودفور و120 دقيقة في المغرب و120 دقيقة في مباراته الأخيرة أمام الكاميرون في الدور قبل النهائي ولكن من مننا كان يتوقع أن يصل منتخبنا خصوصا بعد الثلاث مباريات الأولى خصوصا بعد الثلاث مباريات الأولى في المجموعات من مننا كان يتوقع وصول المنتخب لهذه الدرجة احنا كلنا كنا بنقول إيه؟ يا جماعة يلا بعد بطش كودفور الناس هتلم هدومة ونرجع وبعدين نبتدي بقى إيه كل واحد الأهلوية أهلوية والزمركوية والزمركوية وهكذا مش ده اللي كان اللي كنا كلنا معظم الناس كانت بتتكلم في هذا الاتجاه ولكن ربنا كرامنا بتكتيج جيد وبشكل جيد وبأداء جيد من اللاعبين وقوة وإصرار وعزيمة النهاردة وأنا أسف أن أنا هقول لهذه الكلمة النهاردة الحقيقة الـ 120 ديها آه ما كناش كويسية ولكن أنت واقف على رجلك أنت كلاعب واقف على رجلك في الملعب وبتؤدي بشكل جيد دربات الجزاء أنا لسه كنت بتكلم مع الشباب برة دربات الجزاء هي شخصية ولياقة بدنية طبعاً وكل حاجة وتدريب وكل حاجة ولكنها في الأول وفي الآخر هي شخصية شخصية تقدر تخش وحط رجلة الجزاء بالشكل ده ضغوط كثيرة جداً على معظم اللاعبين اللي موجودين وبالتالي أنت خسرت كأس الأمم الأفريقية في المباراة الأخيرة بركلات الجزاء الترجحية عشان كده أنا بقول لحضراتكم كل التحية لرجال وجهة نظري طبعاً ولكم مطلق الحرية أو الجمهور المصري له مطلق الحرية في النقد إذا أراد التحية إذا أراد ولكن وجهة نظري الشخصية كل التحية لرجالة منتخبنا يستحقوا التحية من وجهة نظري إن إحنا كسبنا منتخب ذو شخصية ترجمة نانسي قنقر